طب لما والدك توفى وانت كنت برة ايه الموقف اللي هو بعمله معك؟ اه دي برضه كابتر مصطفى من الحاجات يعني هي حاجة غير انها انسانية لا يا انسانية جانب انساني مليون المية بس بس بتبين مدى مدى ارتباطي العلاقة اللي بينك وبينه ارتباطة بينك مش بين مدرب ولا لا 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 خالص يعني حد ما وفيه مئة ألف لا اصحنا عارفين العلاقة اللي كانت بينك وبين الكابتر الخطيب كانت علاقة اه ارتباط كان اكتر اتنين كنتوا مع بعض بالنسبة ليه انا كنت يا كابتر مصطفى كنا مع منتخب مصر في سودان في اسبوع التكامل بنلعب مبرد كرة قدم وكان فيه ماتش في مصر بيلعب اهل وزمالك الاسبوع الوفاء والامل والامل دي عاملها جهان السادات عشان يجمعوا فلوس للوفاء والامل فاني اشتايب والدي سليم ما بقوش اي حاجة نعم بالمناسبة يعني انت كمصطفى عبد وهو كمحمول الخطيب او بقيت اللاعب اللي عارفين كنت بتجو عندي البيت وعارفين الوالد واحنا كنت باييركم وعارف الوالد كل حاجة غيرت بكشوفة بيننا مع بعض احنا كنا اسرة واحدة هو يعني عارف المهم راح جايد وانا في الماتش قاعدين لقينا بيقول ايه كابتن محمد لطيف ودلوقت احنا وقفين دي احداد على وفاة المرحوم والد الكابتن فاتح نصير مدرب منتخبنا الواطني في السودان وانت متعرفش انا تعرفت وانا في السودان انا قاعد كده من فرم وكانه كابتن زمن معايا الله ارحمه وحمد صدقي وقال نبيل ومجموعة دي وشاوي فتلموا علي وقالوا ايه ما اعرفش ننزل وما فيش تليفونات وما فيش موبايلات وما بقيتش عارف الدين تتمشي ازاي المهم انا خلاص قلت قدري كده وكان عندنا ماتش تاني يوم قلت خلاص حنلعب الماتش كان عبدالقاح جمال الدين الله مص بالخير قال لي لازم ترجع قلتولي حارجع ازاي خلاص هو بقى راح وخدوه وسافر مع العزبة واندفن في العزبة شوف اللي جاي بقى شاف مين اكبر واحد عندي في العيلة يعني الحج ماجد مصير الحج ماجد مصير ده ابن خالي هو اللي يعني متولي كل حاجة عندنا بعد وفاة والدي عندنا في العزبة هناك وفي الارض والكلام ده كله فهو راح له سأل فقالوله ده فلان ده يعني اللي موجود قال له تعال الحج ماجد شوف لي الفلوس اللي هي على الحج صفحي قال له فلوس فلوس ايه؟ قال له لو عليه اي دين او اي حاجة او اي حاجة انا مش حامش من هنا الا زكان كل حاجة صفحي عشان يقولك ان الميت جازم يا ابن ربنا نضيف لا مايطلعش مايطلعش وعليه دين وعليه دين ايه طبعا قال لك لازم اخلص فقال له يا كابتن ده الحج صفحي له فلوس عند الناس دي كلها الا انا قال لك لا لا قال له له فلوس عند الناس دي كلها هو مش مديونه على حاجة قال له معلش ريحني وكده وانا هنا وكده قال له انا بقولك لو فعلا هو عليه حاجة هخليك طب حاج ماجد مع السلامة ومتشكرين وكده ومشي ورجع هل الموقف ده انا انساه لا طبعا اهلي ينسوه الدنيا تنساه انا بقول للسادة المشاهدين مش عشانه والدي انا بقولك على الانسانية والموقف شهدتو كانتو ايش ملح مع بعض ماشي يبقى هنا بقى هنا الامان هنا الصدق هنا الوفاء هنا الاخلاص يعني تحس كده يعني انت اديته اه اديته وتعبت معاه وقسيت معاه لما اصيب ولما تعور ولما 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 لكن في حاجة كتير ترجمة نانسي قنقر